بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساتذاتي الكرام طلبتي للأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة الحصص القصيرة في مادة الهندسة الكهربائية في هذه الحصة سوف نتطرق إلى مؤجلات تماثلية بالضبط سوف ندرس مؤجلة باستخدام دارة N.O. 500 أو 550 جماعة عزينا في الحصص الماضية درسنا مؤجلات رقمية وآخر الحصة وصلنا لها مؤجلة رقمية باستخدام دارة مندمجة 74S90 في حصة اليوم سوف ندرس مؤجلات تماثلية فاصل ثم نواصل هيا جماعة نبدأ أول سؤال نسأل رواحنا وشمعتها مؤجلات تماثلية إذن من اسمها مؤجلة وشمعتها تأجل فعل لمدة زمنية معينة وتماثلية وشمعتها فالتركيب تاحها تحتوي على خلية RC وشمعتها خلية RC معناتها تحتوي مكثفة مجموعة من المقاومة إذن وش نقوله مؤجلات تماثلية تحتوي على مكثفة اللي رقم توفيها لها مكثفة C علىها لازم نحتاج مكثفة لأنه مكثفة طابعة تشحن وتفرق ما نحتاج زمن الشحن التاحهم وصلهم إلى جهد المرجع هو يحي جسد لزمن التأجيل وش لازمنا في الخلية نحتاج المكثفة والثاني حاجة وأهم حاجة وش لازمنا أي مكثفة وش لازمها مجموعة من المقاومات علىها لازم نزيدو المقاومة تخيلوا لو كل ما الذي لوش مقاومة إذن زمن الشحن المكثفة سيوي السحفة الثانية وزمن تأجيل نحوش حي It's now is, and it's now is, it's in time and it's in time ووظيفة المقاومة لتحديد زمن التأجيل مثلاً حاب نخدم زمن تأجيل واحد ثاني يجب علي مقاومة 10 كيلو أوم حاب نخدم خمس ثواني يجب علي مقاومة 52 كيلو أوم معنى هذه القيمة هي اللي ستعطي لي قيمة زمن التأجيل معنى قيمة المقاومة هي اللي ستحدد لي قيمة زمن التأجيل ثاني حاجة في المؤجلة التماثلية جمعة لازم تعرف تخدم مخطط زمني تعل مكثفة اللي هو زمن شحن مكثفة ووصله إلى جهد المرجع هو بالضبط هو زمن تأجيل إذن كيف نرسمو هذا المخاطر جماعة نرسمو محور تراتيب ومحور فواصل في محور تراتيب نكتب عليه الجهد المكثفة أما في محور فواصل نكتب عليه زمن T وأي مكثفة الجهد بين الطرفية وشيء يساوي يساوي صفر فورت إذن هنا يا مكاش زمن تأجيل إذن متى يبدأ زمن تأجيل عندما تربط المكثفة بالمصدر جهد VCC إذن هذه النقطة وشي نسميها نقطة إذن بالتأجيل في نفس الوقت هي الربط المكثفة بالمصدر جهد وشيساوي المكثفة كي تربطها بالجهد تبدأ تشحن طريقة أسية متزايدة إلى غاية هذه النقطة وهذه النقطة اللي يوصل لها المكثفة يسمى جهد المرجع وشمع أنتك يعطي لك مؤجلة تماثلية أحي يعطي لك المكثفة ومجموع المقاومات وأحي يعطي لك جهد المرجع مجرد أن المكثفة تبدأ تشحن وشمع أنت نقوله إذن بتأجيل تبدأ تشحن تشحن كي توصل الجهد المرجعي هنا وش نقوله ينتهي زمن تأجيل إذن هذه النقطة وش نسميها نهاية زمن التأجيل وفي المكثفات ما هي مش زمن تفرق تاحة إذن وش نحتاجه في المؤجلة التماثلية نحتاجه زمن شحن المكثفة ووصوله إلى جهد مرجعي إذن هذا المجال من إذن تأجيل إلى غاية نهاية التأجيل يسمى زمن التأجيل إذن هذه هي المؤجلة باستخدام خالية AC إذن زمن تأجيل ماذا يساوي هو الزمن شحن المكثفة من صفر فولت إلى الجهد المرجعي هذه القيمة هي نفسها زمن التأجيل لا تقلقوا شماعة ذلك هذا المثال نحن نقومه في نهاية الحصول تفهموا كل شيء بالتفصيل هيا جماعة روحوا لبعدها في المؤجلة التماثلية باستخدام الخالية AC راح ينتدسو ثلاث أنواع النوع الأول مؤجلة باستخدام NO 5 5 5 في هذه الحالة وشي لازم لي؟ لازم لي قطب 6 نارطه معا قطب 7 نارطه بالمكثفة وقطب 2 نارطه بالإذن بالتأجيل وزمن تأجيل ماذا يساوي هو زمن شحن المكثفة من صفر فولت إلى غاية وصولها إلى جهد قطب 6 اللي هو 2 على 3 في سي سي راح نشوفها في الحصول تاعة اليوم هذه المؤجلة تماثلة باستخدام NO 5 5 5 أما المؤجلة الثانية حتدرسوها مؤجلة باستخدام تركيب هذا يحتوي على مضخم عملي يعمل عمل مقارن وزمن تأجيل هنا جماعة وشي يساوي زمن تأجيل وشي يساوي وهو زمن شحن المكثفة من صفر فولت إلى غاية الجهد المرجعي وهنا الجهد المرجعي اللي هو V ناقص اللي يعبر عليه VR 2 جماعة متخلقوشة راح تشوفوها في المستقبل إن شاء الله وكامل راح يولو بس بوسة أما النوع الثانثة جماعة وشي هو مؤجلة باستخدام تركيب يحتوي على ثنائي زينر والمقحة VBU وزمن تأجيل ماذا يساوي هنا هو زمن شحن المكثفة من صفر فولت إلى غاية الجهد المرجعي والجهد المرجعي هنا وشي يساوي يساوي V زينة زايد VBU هنا يكين ثلاث أنواع من المؤجلة أما حيثت اليوم جماعة وشي هحنا ندرسه هحنا ندرسه مؤجلة تماثولية باستخدام دارة NO555 جماعة في المؤجلة باستخدام NO555 تغلط تخلص لا يمكن أن تركيز من دارة NO555 لأن دارة NO555 قادرة تكون تولد إشارة الساعة وقادرة تكون مؤجلة نعرفها في هذه الحالة كما ترى هنا يوجد التركيب الأول والتركيب الثاني كيف نفرق ما بين NO555 توليد إشارة الساعة وNO555 مؤجلة طريقة بسيطة جدا هاي اللي نبدأ في التركيب الأول كما تلاحظوا هنا تلاحظوا باللي 6 مربوط مع سبعة ورغم كتلة واحدة بمجرد 6 مربوط مع سبعة أعرف باللي NO555 من وش وظيفتها وظيفتها مؤجلة وهذا الزمن تأجيل ماذا يساوي يساوي زمن شحن المكثفة من صفر فولت إلى غاية ثنين على ثلاثة بمجرد 6 مربوط مع سبعة ورغم كتلة واحدة أما إذا لقيتوا ستة واثنين مربوطين مع بعض وكتلة واحدة إذا تركيب هذه الحالة ما نسميه شمو أدلاء إذا تركيب هذا وش نسميه وظيفة توليد إشارة الساعة واش معنتها هنا خرج عبارة دور جماعة اللي حابين يفهم إشارة الساعة باستخدام NO55 عندما يكون قطبة 2 مربوط مع 6 يروح للحصة رقم 22 تفصيلة فيها التماريف فيها على الأقل 10 هتلقوا كل أفكار حول إشارة الساعة باستخدام NO555 هيا جماعة نبدأ بمثال أول وبما أن هذه الحصة من سلسة الحصص القصيرة هنه وش هح نعطيكم هح نعطيكم كفية تعامل مع NO55 كي يقعد 6 مربوط مع 7 وكي يقعد NO555 تلعب دورة مؤجلة سنعطيكم استراتيجية تعود وتخدموا بها وبإذن الله مجرد تشوفوا NO55 ستجاوب كل بساطة إذن وش هي الاستراتيجية الأستاذ اللي تخدم بها بما تلقاش إشكالية مع NO555 إذن الاستراتيجية يجمعها فيها ربع خطوات الخطوة الأولى معرفة الدور التركيب إذن نجمعها وش معناتها كيفية لك التركيب لازم تفهم هل هو مؤجلة هل هو عداد هل هو سجل هل هو توليد إشارة الساعة لازم تعرف هذه أول حاجة ثاني حاجة بعد ما تعرف دور التركيب ثاني حاجة استخرج عبارة التركيب وش معناتها جمعها إذا كان التركيب وظيفته توليد إشارة الساعة لازم تعلم تخرج عبارة دور تي إذا كان التركيب وظيفته مؤجلة لازم تعلم تخرج عبارة زمن التأجيل ثالث حاجة جمعها بعد ما تخرج عبارة التركيب ثالث حاجة استخرج عبارة المجهول وش معناتها عبارة المجهول العبارة المجهولة للمعرطات في السؤال مثلا يقول لك احسب R5 في هذا التركيب إذن قبلها هذا التركيب واشو واضحته بما أنه 6 مربوط مع 7 معتها مؤجلة من بعدها 2 يستخرج عبارة تركيب بما أنه تركيب مؤجلة واش لازم تخرج تخرج عبارة التأجيل إذن زمن التأجيل ماذا يساوي يساوي R5 في C في LN ثلاثة ثالث حاجة بعد ما تخرج عبارة التركيب يستخرج عبارة المجهول مطلوبة في السؤال مثلا كما أقل لك R5 إذن R5 ماذا يساوي يساوي زمن التأجيل على C LN ثلاثة ورابع حاجة أجمع واش هي اللي هي تطبيق عددين عوضب وحدات دولي وستاذ كيف خدمت هذه الخطوات ما تخلقوا واش دقون أشرحهم بالتفصيل يعني أهم حاجة لازم تكون منظم في رأسك على بالك وشركت دير كتعود منظم في رأسك كل شيء حي يسهل لك وما تلقى حتى إشكالية حتى ولو يكون تركيبة معاقد هيا جمعا زينا هذه الاستراتيجية نبدأ ونطبقوها ونشوفها هيا جمعا خطوة هذه وربعة نطبقوهم في هذا التركيب قبل ما نبدأ في هذا التركيب السؤال الأول لازم نعرف دور هذا التركيب كي نشوف N O 5 5 5 5 لازم دي منس الروحي السؤال هل هذا التركيب وظيفته توليد إشارة الساعة أو وظيفته مؤجلات التأجيل إذن بنا نعرف على الإجابة هذه وش لازم نشوف حالة الأرجل ولا الأقطاب 2 و 6 و 7 إذا لقيت قطب 2 مربوط مع 6 توليد إشارة الساعة نخرج عبارة دور T إذا لقيت 6 مربوط مع 7 إذن تركيب هذا مؤجل نخرج عبارة تأجيل T هيا جمعا نشوفه كما كم تلاحظوا قطب 6 مربوط مع 7 وكتلة واحدة إذن بما أنه 6 مربوط مع 7 إذن وش وظيفته هذا التركيب إذن هذا التركيب وظيفته مؤجلة ونكتب هنا مؤجلة باستخدام خلية N O 5 5 5 بعد ما عرفت التركيب أجمع بركوه ثاني حاجة وش هو إذن وش قلنا في الاستراتيج لازم نعرف وظيفة التركيب إذن التركيب هو مؤجلة ثاني حاجة وش ما نحوصه نحوصه على عبارة تركيب بما أنه تركيب مؤجلة خرجوا عبارة تأجيل T إذن أستاذ وش عبارة التأجيل إذن عبارة تأجيل بسيطة جدا ماذا تساوي زي ما تأجيل ماذا يساوي يساوي بقوصة يساوي المقاومة المكافية أثناء الشحن فقط أستاذ كيف نخرج المقاومة المكافية أثناء الشحن فقط كذلك بسيطة جدا كيف أن تبقوا مسار التيار من مصدر جهد VCC حتى نوصل مكثفة C وش معنى جيب قلم وابدأ أرسم مسار طيار من VCC ومشي يمشي يمشي حتى توصل مكثفة C اللي يمر عليها مقاومة اللي يمر عليها التيار تدخل في الشحن إذن هذه المقاومة إذن مقاومة المكافية أثناء الشحن فهذا التركيب ماذا تسوي تسوي R5 فقط إذن زيما تأجيل ماذا يسوي يسوي مقاومة المكافية أثناء الشحن فقط الكل في ماذا الكل في ساعات المكثفة مسؤولة عن الشحن وتفريغ اللي مربوطة بالمقاومات الكل في ماذا الكل في آلان ثلاثة شجمع هنا أطلانسيو إذا كانت مؤجلة وستة مربوط مع سبعة نستعمل آلان ثلاثة إذا كانت وليد إشارة ساعة ستة مربوط مع ثلاثة يستعملوا آلان ثلاثة واللي يحب يفهم مين جبنا آلان ثلاثة إن شاء الله في المستقبل سنقوم بإحساس التفصيل هذه هي حصة قصيرة تكتبوا الملخصات تنتاعكم من بعد أجماعة بعد ما خرج عبارة التأجيل إذن هذا القانون أرواحوا نطبقه هاي جمعا نطبقه وخرجوا عبارة دور تي إذن ماذا يسوي تي إذن تي وش يسوي يسوي المقاومة المكافأة أثناء الشحن فقط كيف نجيبوها نصمو مسار تي من VCC إلى المكاثفة سي جيب قلم مثلا كما ناخد قلم أصفر نبدأ من VCC ونبدأ نمشي نمشي حتى نوصل لبوس المكاثفة كما كنتلاحظوا هذا الخط الأصفر مر على المقاومة R5 فقط إذن مقاومة المكافأة أثناء الشحن ماذا تسوي تسوي R5 فقط إذن هنوش نكتبو زمن تأجيل يسوي R5 أو جمع عذرا هنا R5 ماشي A الكل في ماذا الكل في سعة المكثفة وراه المكثفة هنا جمعنا عندي زوج مكثفات هذه المكثفة المربوطة بقطق 5 ما نحتاجها نحتاج المكثفة اللي مربوطة بمقاومة اللي تحدد لي زمن التأجيل إذن المقاومة إذن مكثفة اللي هي C إذن زمن تأجيل ماذا يسوي يسوي R5 في المكثفة الكل في ماذا? الكل في الان ثلاثة. جماعك مجرد انك تكتب عبارة تأجيل صحي ركت هنيت من مشكلة او سنك سنك سنك. بعدها شوفه ايش طلب منك في السؤال الاستعاد. اذا طلب منك زمان تأجيل عوض اير سي و الان ثلاثة مباشرة. اذا طلب منك مقاومة اير خرج عبارة المجوع. كما قلنا خطوة ثلاثة استخراج عبارة في المجوع. اذا اير ماذا يساوي? يساوي تي على سي الان ثلاثة. ولا اذا طلب منك سي. خرج عبارة الملسعات المكثرة. اذا كما قلنا يساوي سي! يساوي تي على اير الان ثلاثة. الخطوة الثالثة اجمع اسا اليها استخراج عبارة المجوع. اذا طلب منك زمان التأجيل عوض مباشرة. اذا طلب منك الار. اذا ار اجمع اساše يساوي اير في سي الان ثلاثة. سي الان ثلاثة جودة. كننا نقولها الطرف ثانيي وهو تولي قسمة. اذا ماذا يساوي? يساوي زمان التأجيل على سي الان ثلاثة. من بعدها كي يطلب منك المقاومة ار بعد ما خرجت عبارة المجهورية المقاومة ار دي تطبيق عدد يحتوصل نتيجة. واذا اطلب منك سعة المكثفة سي جمعها. سي ماذا يساوي? وشاكم تلاحظوا سي في ار في الان ثلاثة. يعني اش معنا تلاحظوا الار والالان ثلاثة جدا. كنقلوا الار والالان ثلاثة طرف ثاني جدا. اش يولي واللي قسمة. اذا سعة المكثفة ماذا تساوي? تساوي زمن تأجيل على ار الان ثلاثة. وهنا يجمع ركملت التمرين. واخر حاجة يجمع وش نديرها اللي هي تطبيق عدد. اذا اطلب منك مقاومة ار زمن تأجيل. عوضوا بالثانية واحدة دولية ثانية. والسي عوضها بفارد. هذا يجمع عوضوها بالفارد. عادة المكثفة يمدهمكم ميكروفارد. اذا اعطى لك في ميكروفارد اضرب هذه القيمة في عشرة قوة ناقص ستة. اذا اعطى لك مكثفة ميلي فارد قيمة لمدهلك اضربها في عشرة قوة ناقص له. واذا اعطى لك المكثفة بنانو فارد قيمة المكثفة ذيك اضربها في عشرة قوة ناقصة تسعة. وفي اخر حاجة ادي تطبيق عددي. وهنا مبروك عليك كملت مؤجلة باستخدام ان او خمسمائة وخمسة وخمسة. جماعة قد اجيكم اسئلة في ان او سنك سنك سنك. يقول لك ما وظيفة هذا التركيب? بما انه ستة مربوط مع السبعة. اذا هذا التركيب وظيفته مؤجلة باستخدام ان او خمسمائة وخمسة وخمسين. عليك سؤال ثاني. ما وظيفة المقاومة ار خمسة? اذا المقاومة ار خمسة مربوطة بالمكاثفة. اذا مش وظيفتها? وظيفتها تحديد زمن التأجيل. وكالما ديوش هذه المقاومة جماعة. مكاثفة تشحن انية وزمن تأجيل يوسف الصيفة الثانية. اذا بها نحدد قيمة زمن تأجيل لازم لي مقاومة. اذا ار خمسة وظيفتها تحديد زمن تأجيل. وجماعة احنا ار خمسة ار خمسة. اوكي. موظيفة المكاثفة وظيفتها الشحن والتفريغ. وهذه هي كل اسئلة بنسبة مثال او. هيا جماعة رحوة مثال الاثنين. بنفس الطريقة في مثال الاثنين قاد اجيكم اسئلة. قاد يقول لك احسب سعة مكاثفة. قاد يقول لك احسب قيمة المقاومة المتغيرة. قاد يقول لك احسب ار واحد. ولا قاد يقول لك احسب زمن تأجيل. بها نحسبه في هذه ولازم تكون عندنا استراتيجية كما قلت هاكم. فالاستراتيجية وش لنا لازم نعرف على خطوة معرفة دور تركيب. بعد ما عنا نعرف التركيب نستخرجوا عبارة تركيب. اذا كان تأجيل خرجوا عبارة تأجيل. ثلاثة استخرج عبارة المجهول اللي طلبها مني في السؤال. وغرب عوشي هي لي تطبيق عددي او تعويض عددي. هاي اجمع انطبقوا هذي. اول حاجة ما انت سارعش نسأل رحي السؤال. موظفة هذا التركيب هل هو توليد اشارة ساعة ام هو مؤجلة. با نعرف اجابة على هذا السؤال. رح نشوف القطب الثنين وستة وسبعة. كما كنت لاحظوا ستة وسبعة مربوطين مع بعض. اذا هذا التركيب وش وظيفته? وظيفته مؤجلة. من بعد اجمعه وش نديره? بما انه عرفته مؤجلة نكتب قدامها. اذا هذا التركيب مؤجلة باستخدام خلية ان او خمسمائة وخمسة وخمسة. بعد ما عرفت انه مؤجلة نستخرج عبارة التركيب. بما انه تركيب مؤجلة خرجوا زمن تأجيل. اذا زمن تأجيل ماذا يساوي? زمن تأجيل وش يساوي? يساوي المقاومة المكافئة اثناء زمن الشحن فقط. كيفا نخرجها استاذ? اذا يتبع مسار التية من فيسبة سابقت خرج المقاومة المكافئة اثناء الشحن. الكل في ماذا? الكل في ساعات المكافئة الكل في ماذا? الكل في اعلان ثلاثة. بعدها اجمعه وبراح ي Shallow Ter صع走ar ونخرجها. اذا زمن تأجيل الاكتبت تيت لاثة لانه هنا اعطى زمن تأجيل سوى اقي تيت لاثة. اذا ماذا يساوي? هاين نبدأ. اذا ماذا يساوي? يساوي المقاومة المكافئة اثناء الشحن فقط. كما نتخلج المقامة مكافأة اثناء الشحن فقط. نجيب قلم. نبدأ ونتبع مسار طيام من مصدر جهة VCC ونمشي 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 حتى نوصل لبوس المكاثبة. كما كنت لاحظوا المقامة R واحد ومقامة B ما رأيهم الخط الأصفل. وبما أنه R واحد وP على تساسل. إذا المقامة المكافأة ماذا تساوي? تساوي R واحد زايد P. إذا هنا وش نكتبه? المقامة المكافأة اثناء الشحن تساوي R واحد زايد P. الكل في ماذا؟ الكل في ساعة المكثفة. اللي هي السي كما كما تلاحظون السي اللي هي مربوطة بالمقاومات. الكل في ماذا في سي. الكل في ماذا في آلان ثلاثة. هنا ايش ما عوش درنا خرجنا عبارة تأجيل. ابن بعدا نروح نشوف السؤال. اوش تطلب مني? اذا طلب مني تي ثلاثة نعوظه مباشرة. اذا طلب مني P نخارجه العبارة المجهول ان بعدها تطبقه. اذا طلب مني R واحد نخرجه عبارة المجال بعدها طبقه. إذن الخطوة خطوة الثالثة وهي استخراج عبارة المجهود. إذن مثلا نختار ذو طلب مني سي. إذن مكثفة سي وش هاكم تلاحظوا ماذا تساوي سي? لحظة باللي سي في آلان ثلاثة في قوسين. إذن سي وش يساوي? يساوي تي ثلاثة. قوسين هذين كننقلهم طرف ثاني تولي قسمة لأنها موجودة. وآلان ثلاثة كننقلها طرف ثاني تولي قسمة لأنها جودة في سي. إذن سي ماذا يساوي? يساوي تي ثلاثة. على ماذا? على قوسين اللي هو ار واحد زيت بي. الكل في آلان ثلاثة. ومبعدها طبق عدديا. ولا إذا طلب منك مثلا مقاومة بي. إذن جماعة وراي مقاومة بي. موجودة في القوسين. إذا وش تديروا جماعة حذاري. خرجوا قوسين هما الولين. إذن ار واحد زيت بي ماذا يساوي? يساوي تي ثلاثة. على سي آلان ثلاثة. مم بعدها هو مطلبش منك ار واحد زيت بي. طلب منك بي. من بعد هذا القيمة اللي تلقى كامل نقص لكل نقص لها ار واحد. إذن بي ماذا يساوي? يساوي تي ثلاثة على سي آلان ثلاثة. وش بقت لي بقات لي. واحد UR واحد هنا هزايد يا جماعة. R واحد زيت بي هزايد. كي نقولها الطرف ثانية زيت كي تنقل ذه طرف تاني. ما عندها هذا الكاسر كامل ناقص R1 جماعة أطنسيو R1 ديروها لتحت ألن 3 ناقص R1 لا لا T3 على C ألن 3 الكل ناقص R1 من بعدها جماعة بعد ما خرجت عباط المجهور وش دير دير تطبيق عددي إذا طلب منك C هاورا قانون تحا وعوض مباشرة إذا طلب منك P هاورا قانون تحا عوض مباشرة وما تنساش تعوض بالوحدات الدولية المكاثفة تعوضها بالفراد والمقاومة تعوضها بالأوم والزامة التأزيل تعوض بالوحدة الدولية الثانية وهنا يجمع كمنا مثال رقم 2 قاد أجيكم أسئلة في المثال 2 مثلا يقول لكم ما وظيفة المقاومة متغيرة إذن مقاومة متغيرة أي مقاومة متغيرة وظيفتها الضبط معانتها نقض نزيد ونقص وبما أن التركيب لموجود في المقاومة متغيرة مؤجلة إذن مقاومة P وش معانتها وظيفتها الضبط زمن تأجيل قاد أجيكم السؤال يقول لك أحسب قيمة زمن تأجيل للدنيا الصغرى إذن تلاته وش يسوي يسوي أر واحد زيد بي في سي آل ثلاثة هنا بيجمع نعوضها بأقل قيمة تحن نعوضها بصيفة معانتها بيوش نعوضها بصيفة بنالجو تي ثلاثة منيمو قاد أجيكم سؤال أحسب أكبر قيمة لزمن تأجيل إذن قيمة الزمن إذن المقاومة المتغيرة بيهنا باش نعوضها نعوضها بأكبر قيمة نعوضها بمية كيلو أوم إذن تي ثلاثة ماكس ماذا تسوي يسوي أر واحد زيد بي ماكس بيهمة كيلو أوم في سي آلان ثلاثة هذا بالنسبة للمقاومة المتغيرة بنسبة مثلا X13 رجمع X13 حتى أن تدوا صرها في المتابن إن شاء الله X13 3 رجمع مرحلة ثالثة من أشغالة 1 وهذه X13 ووظيفتها نهات التي تغلقها تبدأ مكثفة تشحن ونهات التي تبدأ مكثفة تشحن عندها يبدأ زمن تأجيل إذن X13 ووظيفتها وظيفتها إذن بالتأجيل والله قاد أين يمدوكم أجمع هنا كما يرطيها لكم مقاطبة ثاني كي يقولكم وظيفة مقاطبة ثاني كذلك ووظيفته إذن بالتأجيل سأذهب إلى آخر مثال ونخطط المخطط الزماني على المؤدية في المثال رقم 3 ساعتكم NO5 قبل أن تقرر الأسئلة ما يجب أن تتبع الاستراتيجية أول حاجة معرفة الدور التركي كما تلاحظون هنا 6 أو 7 مربوط مع بعضها مؤدية ثاني حاجة استخراج عبارة تركي مع أن تخرج عبارة زمان تأجيتي 2 وشي سوي دلالة C والمقاومات ثالث حاجة استخراج عبارة المجهول شوف وش أطلب منك أسكو طلب منك R2 ولا R1 ولا C ولا إلى آخرين وآخر حاجة بعد ما استخراج عبارة المجهول دل تطبيق عددها يجمع هذه استراتيجية طبقه إذا نجمع كما تلاحظون NO5 قبل ما نبدأ نجاوب لمن تسرعش أول حاجة نسأل سؤال هل هذا التركيب وظيفة توليد إشارة ساعة أو وظيفة التأجيل نعرف الإجابة ونحن نشوف حالة الأقطاب 2 و7 وكما تلاحظون 6 و7 مربوطين مع بعض إذا نشو وظيفة هذا التركيب تأجيل لكان جاء 2 مربوط مع 6 وكتلة واحدة نقولوا باللي NO5 هنا وشو وظيفة توليد إشارة ساعة إذا بما أنه 6 مربوط مع 7 إذا نكتب مؤدلة باستخدام خالية NO5 بعد ما عرفت التركيب يجمع خرجوا عبارة التركيب إذا بما أنه تركيب مؤدلة خرجوا عبارة تأجيل إذا أنت ماذا يساوي يساوي مقاومة المكافأة أثناء شحن فقط بنفس الطريقة كيف خرجوها نسمو مسار T من VCC إلى لبوس المكثفة ونخرجوا المقاومة الكل في ماذا؟ الكل في ساعات المكثفة مسؤولة عن الشحن والتفريغ الكل في ماذا في آلان ثلاثة لأن هذا التركيب مؤدلة من بعد نجمع هذه عبارة T زمن تأجيل أروحون جزدوها إذا زمن تأجيل هو T2 بس كو سمالي T2 وما يساوي؟ يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن كيف نرسمو نرسمو مسار T من VCC حتى نوصل لبوس المكثفة إذا نجمع كيف نرسمو تيار يمر عبر R2 وكين مسار الثاني يمر عبر R واشتراكم تلاحظوا R2 وR1 موصولتين على تفريغ إذا المقاومة المكافأة هذه الحالة ماذا تساوي؟ تساوي جدائهم على مجموعهما كيتلقوا مقاومتين على توزج معها المقاومة المكافأة الجددوش تساوي الجداء على المجموع وكيت تتلف لك تقول هل هي جداء على المجموع ولا مجموع على الجداء؟ ديما تفكر أنه الضرب أقوى من المجموع والقاوي ديما يكون فوق وضعيف ديما يكون التحت معناتها المقاومتين مربوطتين على تفريغ واشي يساوي؟ يساوي القاوي هو الجداء على المجموع إذا ماذا تساوي تثنين؟ تساوي المقاومة المكافأة اللي هي جدائهما على مجموعهما معناتها R1 في R2 على R1 زي R2 جمع قادر الطالب يسأني سؤال أستاذ وعلى R3 ما دخلت لش الحساب لأنه R3 ما عندهش علاقة بالمكاثفة كوني مربوطين بلابوس المكاثفة اللي هي R2 و R1 أما R3 باش مربوطة مربوطة بالقطبة 2 إذا المقاومة المكافئة هنا في هذه الحالة ماذا تساوي؟ تساوي R1 في R2 على R1 زي R2 الكل في ماذا؟ الكل في ساعة المكاثفة مسؤولة عن الشحن والتفاق اللي هي C الكل في ماذا؟ في R3 من بعدها جماعة بنفس الطريقة بعد ما خرجت عبارة زمن تأجيل شوف عبارة المجهول أسكو طلب منك C أسكو طلب منك R1 أسكو طلب منك R2 أسكو طلب منك R2 أسكو T2 وش معنى تخرج عبارة المجهول؟ بعد ما تخرج عبارة المجهول آخر حد لدي تطبيقة عادة ديو نكملنا آخر مثال ثلاثة وبقاتنا آخر حاجة كيف نرسم المخطط زماني تاع المؤجلة إذا يا جماعة قادتكم السؤال يمد لكم N O 5 5 5 5 ويطلب منك إكمال مخطط زماني في هذه الحالة يا جماعة يعطيكم ثلاث مخططات يعطيكم المخطط أول اللي هو V On3 اللي هو مربوط بالقطب الثنين تاع N O 5 5 ويعطيكم التواطب بين طرفي المكاثفة وش لازم منك؟ لازم ترسم السلوك تاع المكاثفة وكتى تبدأ شحن وكتى ينتهي الزمن الشحن وآخر حاجة وشي يعطيكم يعطيكم مخطط تاع المخرج للقطب الثلاثة اللي هو V SORT في هذه الحالة يا جماعة كيف نكملها ورسم طريقة بسيطة جداً التأكدون هالي يقول لك أكمل مخطط زماني رح يمد لك البنية الداخلية تاع N O 5 5 ويعطي لك مؤجلة فهذه الحالة يا جماعة كيف نكملها طريقة بسيطة جداً هيا جماعة نبدأ في النقطة الأولى كما كنت لاحظوا في On3 في لحظة الابتداء وش يساوي يساوي خمسة فولت ولا يساوي V C C وعندك V SORT الحالة الابتدائية وش يساوي 0 فولت فهذه الحالة كيف نكملها رسمع يجمع ركزو معي من يحجمع إذا نكتبه هنا يا إذا في On3 هاورا في On3 هذا قطب الثنين وش يساوي يساوي V C هل نشفتها منا يساوي V C C وعندنا توتو بين طرفين المكاثفة بحالة ابتدائية وش يساوي جهد تحت يساوي 0 فولت والمكاثفة بحالة لا تحتاج معها مربوطة بقاطب الستة إذا القطب الستة هذا ما يتحكم فيه المكاثفة كنت يعني ان يكون مكاثف اكثر تحديد المصر بعمل przypق قطبة 3 plus VCC. اذا انهم يمكننا تلمسيذ وكيف حالكم اذا كنا سوف نعرف حالة المخرج. ماذا لازم لي؟ نجب ان نعرف حالة المقارن العلوي ويمكننا نعرف حالة مقارن الصفلي. نجد ان نعرفها من المخرج ما تأخرج مخرج كيف معنى ترك على الحلع المخرجس. هذه اجمعتنا لهذه المقارن الصفلي ومقارن العلوي. ان ترى معي في المقارن الصفلي قانتي. ماذا عندي؟ عندي مضخم عملي يعمل عمل مقارن. المدخل الأول جهده واحد على ثلاثة VCC ومدخل الثاني جهده VCC. سؤال مطر شكون أكبر VCC والله واحد على ثلاثة VCC. VCC أكبر. VCC باش مربوطة. بربوطة بالنقص. إذا في صورتي هنا وشي خرج لي 0V. إذا في صورتي خرج لي 0V إذا كان V ناقص أكبر من VZ. ومع ذلك. ومع ذلك. إذا كان VZ أكبر من V ناقص. إذا ما نقلوه؟ نقلوه V ناقص. التوتر العكس أكبر من التوتر غير العكس. إذا ما نقوله؟ نقوله V صورتي على المقارن. سوف يساوي 0V. إذا هو يتحكم في الس. إذا سوف يساوي السفر منطقي. نروح للمقارن العلوي. المقارن العلوي كما كنتم تلاحظون. نقلوه. V ناقص توتر 2 على 3 VCC. و VZ توتر يساوي السفر. ما هو أكبر؟ سيفر أو 2 على 3 VCC أكبر. 2 على 3 VCC أكبر. 2 على 3 VCC أكبر. وما هو مربوطة بالنقص. مع أنه V ناقص أكبر من VZ. بما أنه V ناقص أكبر من VZ. مع أنه R يساوي السفر. ما تلاحظون. S يساوي السفر و R يساوي السفر خاملين في زوج. إذا نقلوه. أرس يعمل عمل ذاكرة. في هذه الحالة ما نكتبه؟ ذاكرة. ما مع أنه يحتفظ بالحالة السابقة؟ كيبار الموقع بشغل مستدفع pipes كيبار يدسسسسظ مغلقة كيبار مغلقة بال Riset والإيميتون. إذا في الحالة نجمع التيار كيف يمشي؟ هذا التيار يجيب من VCC يمر عبر مقاومة R1. بعد التيار هذو شيقة جماعة يلقى طريق الأول للمكاثفة. وطريق الثاني اللي قطب زيد مستحيل يمر له تيار. وطريق الثلاثة جماعة طريق السهل. إذا مش راكم تلاحظوا لو كانت تابع هنا يشوفوا معامله. لو كان يمشي هكذا وشان نلاحظوا. نلاحظوا بالليموقحة المشبعة قطعة مغلقة. لو كانت تابعوا تيار نجو جينيين. إذا تيار في هذه الحالة يختار مسلك السهل. مسلك اللي ما فيهش المقاومة. إذا تيار وين يروح يمشي بهذا الشكل وهنا المكثفات تقصر. من بعدها تيار يصل نقطة هذه. يلقى طريقين. طريقة الأول مدخل آآ مذخم عملي. وعلى بالكم أنه مدخل في زيد ولا في ناقص يحتوي على مقاومة تقول ما لا النهاية. على هذي نقوله مقارنة تخدم غير بالطوطات. ما تخدمش تيار لأنه تيارات معدومة. إذا تيار في هذه الحالة وش هو المسلك اللي يروح ليه؟ يروح المسلك السهل يرمشي بهذا الشكل. يمر عبر المقحل ومبعدها يروح يتفرق في جيرون في جيني. إذا ما شو نقوله في هذه الحالة جمعة بما أنه بما أنه كي يساوي صفر مخرج يساوي صفر كيبار يساوي واحد مقحل يكون مشبع. الطيار هذا كامل يروح الجينيين دي والمكثفات تقصر. إذا جهد المكثفة في هذه الحالة ماذا يساوي؟ يساوي صفر فولت. معتها الجهد المكثفة يبقى ديما زيرو فولت. وهنا في سورتي يبقى ديما وش يساوي يساوي زيرو فولت لأنه كي يساوي صفر. ما بعد جمعة راح نكملوا خدمة تعناه. إذا سؤال مطرح. وكتهي يبدأ زمن تأديل. وكتهي يبدأ زمن تأديل. إذا طريقة بسيطة جدا راحوا في آن تري. لما في آن تري هذي جمعان مدلها نبضة صفر فولت. إذا هذي النقطة التي تسميها إذن بشحن المكثفة. ولله إذا متأجده كنت تفهمها. إذا وش راكم تلاحظوا في آن تري وش يساوي يساوي زيرو فولت. إذا نمسحوا هذه ونكتبوه هنا يا بآنتر يساوي صفر فولت. ومن بعدها وش نديره جماعة نزيل ونعاود ونقارنهم في المقارنة السفلي ومقارنة العلوي ونخرجوا قيمة الكي والآر. هيا نبدأ جماعة. في المقارنة السفلي جماعة عندي. فنقارن الصفلي ليساوي صفر فولت وفي زايد pee يساوي واحدة ن Regina3 V6 يكني أكبر واحدة ثلاثة في السيسي ماربوطة بالزير. إذا هنا. ستديلا يأتيته يساوي. لأنه في صورتي تعoder مقارنة السفلي يساوي بي السيسي لأنه في زيد أكبر في نقص. والمقارنة العلوي جماعة عندي نصفر. نظرة الثنية ثلاثة أكبر اثنية ثلاثة، تنين ثلاثة لاتنين ثلاثة ف wrench مربوطة في قطب في ناقص معانتها في ناقص اكبر في زيد معانتها في صورة تعلم المقارن العلوي ش يساوي زيرا فولت معانتها ار ش يساوي صفر منطقه اذا جمع في هذه الحالة اس يساوي واحد وار يساوي صفر اذا شكون ناشط ناشط اس اذا وش نقوله قلب هنا وش وظيفة ووضع في الواحد لانه اس ناشط وبما انه اس ناشط كي وش يساوي جماعة كي يساوي واحد اذا في هذه الحالة في في الصورة يتغيى من zero vote الى VCC بهذا الشكل. اذا في الصورة ماذا يساوي؟ يساوي VCC ولا يساوي واحد منطقة. بعدها نكمل الجماعة ونشوفوا السلوك المكثفة. بما انه يساوي واحد. كي بار الجماعة واشي يساوي السفر. وكي بار واشي يغضي. غضي المقحل مع ان تقضع لتغضية. اذا المقحل في هذه الحالة واشي يولي? يولي قاطعة مفتوحة. يولي مانع. اذا هذا المقحل في هذه الحالة واشي من الدار افتح الدارة هذه. اذا هذا تيالي كان يروح من الجماعة يولي ما يرح منها. اذا انت يا هذا كي يوصل النقطة هذه. هذه الدارة ولت مزدودة لانه مقحل مزدود. اذا انت يا هذا بصيف عليه وان يروح يروح المكثفة ويبدأ يشحن فيها. اذا المكثفة واش يحصل في هذه الحالة تبدأ تشحن دالة وسية متزيلة. الى غاية توصل الجهد المرجعي. هاي اجمع خرجوا الجهد المرجعي. هالي نقطة نسمية جهد مرجعي. هالي توصل المكثفة. جماعة ركز معي مليح. مكثفة باش مربوطة. مربوطة بقطب ستة وقطب ستة في المقارن. و لايوجد الجهد المرجعي. الجهد المرجعي هو ثنية على ثلاثة VCC. اذا المكثفة تبدأ تتحفففين وتتحففين في هذه القيمة ثلاثة. في أي ستحفل القيمة ثلاثة. اذا ماذا نكتبها كثفة اجمعها؟ اذا وحنا. وهنا وهو وفي اون تريو. وش يساوي 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 VCC. ها عودة ان نكتب القيم هذا. ها يجمع نكتب القيم بتاع هذه النقاط هنا. ونشوفها نساوي في المخرج كي واحد. اذا. واذا وحنا يساوي. يساوي VCC. والمكثفة وصلت الجه سوف نكتب عليه 2 على 3 VTC. بعد ذلك سوف نعرف حالة المخرج للقلاب و لازم نخرج القيم المقارن العلوي والمقارن السفلي. نبدأ المقارن السفلي. في المقارن السفلي VTC أكبر من 1 إلى 3 VTC. وفي سيسي ما نربطه ب القطبة الناقص. مع أنت VSTAT المقارن السفلي يقوم بـ 0 V. مع أنت S ماذا تساوي. إذن S ماذا تساوي؟ تساوي صفر منطق. بالنسبة للمقارن العلوي جماعة. كما تلاحظون جهدين المدخلين يتساوي. النهار يتساوي جهدين المدخلين في المقارن و سوف يغير حالة المخرج. إذا كان مخرج في حالة صفر يقلبه 1 وإذا كان واحد يقلبه صفر. وعندما نحن على بناء R قبله وش كان؟ كان صفر. إذن وش سيصالوا التبديل. إذن R ماذا يساوي؟ يساوي واحد. إذن في هذه الحالة R يساوي واحد و R يساوي صفر مع أنت R واحد هو نشط. وش وظيفة القلاب RS وضع المخرج في الصفر. لماذا؟ لأن R ناشط. إذن كي ماذا يساوي؟ يساوي الصفر. إذن مخرج هذا وش يصاره؟ يهبط للصفر. بهذا عشر. صحيح لأن الكي هو نفسه V-Sorting. وبما أنه كي يساوي صفر معه كي بار ش يساوي؟ يساوي واحد. وبما أنه كي بار يساوي واحد مع أنت هاي يغضي المقحل هذا. وش هاي يولي مقحل؟ هاي يولي مشبع. يولي قاطعة مغلقة. إذن هذا الطيار اللي كان يروح المكثفة. وش هاي يلقى؟ هاي يلقى الطريقة السهل اللي يروح الجيان دي. وبالتالي هنا المكثفة هاي حصارها حتى تتقصى. وبما أنه مكثفة راهي مشحونة بقيمة 2 على 3 VCC هنا المكث المكثفة تلعب دور المولد. إذن مش لازم دير المكثفة هذه لازم تفرق شحوناتها. وبما أنه هذا لابوس المكثفة مربوط بالجيان دي لك أن تبعوا المساء. إذن المكثفة اش تدير في هذه الحالة تفرق الشحونات تاحها. وبما أنه مكان حتى مقاومة. إذن تفرق هنا وش هاي يكون? هاي يكون تفرق آني. هي في الحقيقة جمع التفرق هي دال لأسية متناقصة. بما أنه زمن تأجيل يقول إلى الصفة الثانية بعين مجرد يبان خطة شاقولي. وهنا يكملنا سلو المكثفة. إذن مكثفة مجرد أنه توصل ثنين على ثلاثة. هنا ينتهي زمن تأجيل. والمكثفة هنا تفرق دفعة واحدة وتفرق طريقة التفرغ الآن. جماعة هذا هو المخطط زمني المؤجلة باستخدام. هيا جماعة نخرج نقطة بداية تأجيل ونقطة نهاية تأجيل وزمن تأجيل. كما كنت تلاحظوا جماعة في هذه النقطة لما تجي نبضة اللي هي زيرا فولت هنا وش هي حيصار مؤجلة حتى تبدأ تشحن. إذن هذه النقطة وش نسميها? النقطة هذي ش سميها? إذن بشحن المكثفة. وهي نفسها إذن بالتأجيل. إذن هنا وش نكتبه؟ هذه النقطة هي إذن بتأجيل لما تجي نبضة في في أون تريد لنجي نبضة صفر فولت. والنقطة الأخيرة جماعة لما يصل جهد المكثفة إلى جهد المرجع كما شفناها في بداية الحصى إلى قيمة اثنين على ثلاثة. هذه النقطة وش نسميها? نهاية زمن التأجيل. إذن زمن تأجيل وش هو جماعة? هو زمن اللازم وصول جهد المكثفة من زيرا فولت إلى جهد المرجع. وهنا جهد المرجعي في التركيب بتاع العائلة هو قطب ستة وقطب ستة. جهد المرجع التعويش هو هو في ناقصي سوية ثلاثة في سي سي سي. والزمن الجماعة اللي جاء ما بين إذن بتأجيل ونهاية زمن التأجيل وش سميوه؟ تسميوه زمن التأجيل. إذن جماعة هذا هو المخطط زمني المؤجلة بإستخدام أن أو خمسمائة وخمسة 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 وهذا سؤال جامجا في البكالورية. النهار اللي جيكم هذا سؤال تأكد راح يمجحكم بنية داخلية تاع أن أو سنك 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 وهنا جماعة زيناء ك نكملنا نهاية الحصة. وهنا جماعة كملنا حصة رقم ثمونتاش المؤجلة تماثلية باستخدام أن أو سنك 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 بقاونا زوج حصص اللي هي حصة تسعة تلاش واشير إن شاء الله نكملهم في أقرب وقت. وهنا يا جماعة زيناء مبقى علي يقول لكم غير سلام. اشتركوا في القناة